بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة نهاردة في بارت ايت من شابتر فور اللي هو الميكانيكال بروبيرتسو في سويل هنخلص التراي اكسيل تيست اللي هو هنتكلم عن المور سيركولز بتاعتها في الكورس بتاع السويل ستبليزيزيشن المور سيركولز طبعا انتعارف ان المور سيركول دي بتمثل ايه مادية لو انت حبيت تراجع على المور سيركول هتلاقيها بارة عن كل نقطة على المور سيركول ديه بتمثل مستوى من مستويات الاليمينت بتاع السويل فكل مستوى من ده بيميل بزاوية مقدارها الفا واحد الفا اثنين اي مستوى من ده هتلاقي عليه normal stresses وعليه shear stresses يعني اي قوة اي نقطة هنا هو هتمثل مستوى المستوى ده عليه normal stresses اللي هو السيجما وعليه من shear stress اللي هي مين التاو. اي نقطة من دولة. واضح? طيب. احنا في تجربة التراي اكسيال. لاحظ ان احنا عملنا الاتية. حطينا سجما ثلاثة. واعدنا نزود سجما ديفيتور لحد ما حصل الانهيار. فاجبت السجما واحد اللي هي بتساوي سجما ثلاثة زائد سجما مين ديفيتور. ده اول عينة. فبقى عندي مين? سجما ثلاثة. خلي بالك ان السجما ثلاثة موجودة فين? هنا. صح? فسجما ثلاثة ديت المستوى ده مع لهوس الشير. يعني الشير بتاعه بصفر. عشان كده النقطة هتبقى واقع هنا. السجما بتاعتها بصفر. وكلام كمان سجما واحد زي ما انت شايف اهو. سجما واحد ايه? ها? على المستوى ده مفوش فيه شير. فبقت سجما واحد اهي. بقى دي بيسموهم حتى سجما ثلاثة وسجما واحد دورات المينور والميجور. طيب انا جبت السجما ثلاثة وسجما واحد. يبقى بقى عندي ممكن انصف المسافة ديت. واروح اعمل مين? الدايرة الاولانية بتاعتي. كده انا رسمت الدايرة الاولانية الخاصة بالتجربة الاولانية. خلاص. اعمل نفس الكلام في التجربة مين? التاني والتجربة مين? التالتة. طالما عملت التجارب ديت. لو انت حاول تتوصل او تعمل مماس ما بين الدواير بتاعت سيركل اللي انت عملتها ديت. المماس ده هو تقدر تقيس المسافة دي وتطلع قيمة C اللي هي الكوهيجن. وتطلع الفاي بتاعت مين? السويل. ليه? عارفين التقى وبتساوي C زائد سيجما تان مين فاي. خلي بالك الرسمة دي مش رسمة بمعنى انه ممكن لما تيجي سيادتك ترسم ايه اللي يحصل? الدواير بتاعتك لقيها بالقاتي. جات لك دايرة كده. خلين جات لك دايرة كده دايرة كده. فانت لو عملت المماز بتاعك هنا هتقدر تجيب من هنا سي. لكن الفاي بتاعتي بكام? بصفر. فاي بتاعتي هنا بكام? بصفر. ودي بتبقى للطربة مين? النعنى. وممكن الاقي ان ادي الدايرة بتاعتي هي والدايرة التانية هي والدايرة التالتة هي. فما تيجي تعمل ماس تلايقى مالها? طلع بالشكل ده اه يبقى في الحالة ديا هيئيس الزاوية دي دي البابين dejاء مين? لكن السي بتاعتي كام? بصفر. ودي تبقى للطربة مين؟ للطربة الخشنة اللي هي تعتبر الفاي سويل مش السي سويل أما الشكل العام بتاعي اللي هي يبقى لها سي وفاي ودي بتبقى للطربة مين اللي هي السي فاي سويل يبقى أنا جبت الشير سترينس فرامترز بتوع السويل اللي هما السي والفاي عايزين برضك نقول إن إحنا رجعنا مراجعة سريعة بالنسبة للتراي أكسل لكن تراي أكسل ليه حالات كتير جدا 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 وكل تجربة لها الخواص بتاعتها لو كانت مثلا اندرين أو كانت اندرين أو كانت اندرين وبيبقى في حاجة اسمها البرووتر بريشر لازم تحاول تراجع الكلام ده في السويل ميكانيكس قبل ما نخش على الأمثلة بتاعة الشير سترينس بتاعة السويل شكرا